وهذه القطاعات أيضاً دي اللي شافت على فكرة سنوات تباق الإرهاب وسنوات الضرب وغيره والكورونا وما بعدها ولكن هذه القطاعات اللي هي جزء من المجتمع ويمكن حلقة الوصل ما بين المجتمع وبين الأطباء والمستشفى وغيره وغيره والجهاز التنفيذي والمحافظة وغيره دي عليها عبء دلوقتي أيضاً في استقبال المصابين من غزة وأهالي المصابين من غزة ضيفي في هذه الفقرة أستاذ حجاج فايز مدير مكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام أهلاً بيك أهلاً بيك فاند بدأتوا تستقبلوا المرضى كنتوا عارفين أن هم جايين معهم مرافقين ها طبعاً جالكوا أسماء الأول هو إحنا من بداية الحرب 7 أكتوبر بالزبط عملنا استعدادات إن إحنا متوقعين دايماً إن هو بييجي إن شاء الله المصابين هل دايماً لما بيحصل حاجة في غزة بيجي لكم مصابين هنا بعدها؟ آه كل الحروب اللي فاتت الحمد لله على طول مصر الحمد لله بتحتاضن كل المصابين بس الحرب دي كليها ظروف خاصة إن هي أشمل وأوسع وأعنى في حرب عملها العدو القذر الفترة اللي فاتت دي على أخوتنا الأشقان الفلسطينيين الحروب اللي فاتت كانت بمثابة معارك كانت الإصابات والحاجات دي كانت ضعيفة بسيطة يعني كان أكتر إصابات كانت في 2008 آه ومصر احتضنت وقامت بالواجب والزيادة معاهم الحمد لله في كل شيء بيتم العلاج وقعدتهم بعد كده وقعدتهم فورا كان الحروب اللي فاتت الحرب دي طبعا كفي تعنت من الجانب اليهودي العدو القذر ده ففي تعنت غير عادي ومصر الحمد لله يعني بفضل الله هي قادرة على كل حاجة قادر المركب الحمد لله بتاعنا الرئيس بتاعنا الحمد لله قادر إنه هو على كل التحديات وإن شاء الله يوصل بلدنا للخير أنتوا بتتعاملوا مع الجانب الفلسطيني لأن كنتوا تقيمة بتشوفوهم كل يوم يعني بيجلكوا كده هل في زيارات دائما أنت مكتب خدمة موطنيين بيجيلك فلسطينيين بره المواجهات وبره كده هما بيعدوا من غزة يجيلك هنا يعمل عمليات فعلا وفي ناس مرضى كانت بتجيلكوا المستشفى هما أغلب العمليات وكده قبل الحراب بتروح على مصر على طول بينزلوا الروح فعلا حتى أغلب العالقين يفندم الموجودين حاليا دول كلهم كانوا بيعملوا عمليات والجراحات وحاجات زي كده في مصر ويرجعوا تاني برس ويرجعوا وفي طلبة وفي دراسة اللي هما العالقين ليس المصابين طيب لما أنت عرفت أنه أنتوا جايلكوا المصابين المصابين دول جاي مع كل مصاب مرافق وفي بعض المصابين بيجوا بدون مرافق وإحنا في الدعم النفسي بتاعنا في مكتب خدمة المواطنين الحمد لله بنقوم بالواجب معاهم إن شاء الله كدعم نفسي في دكاترة معنا دعم نفسي مين المصاب اللي جايلكوا حكيه للقصة هل جالك مصاب فعلا معهوش أهله ومش لاقي أهله كانت في كزا كزا مصاب من ضمنهم بنتنا اسمها شهد ما كانش معها مصاب كانش معها مرافق ما كانش معها مرافق عندها كم سنة شهد كانت طفلة صغيرة وطبعا المرافقين اللي حواليها كانوا بيقوموا بردو بواجب المرافق من جانب أخوتها الفلسطينيين وإحنا كمكتب خدمة المواطنين بنطلع لها دكاترة وكان بردو الدعم النفسي بيقوم بيه بردو الهلال الأحمر كان فيه الحمد لله دكاترة ما شهد ما جاش معها مرافقين هو أغلب أسرتها توفوا يعني أغلب أهلها توفوا يعني ما لهاش أهل فهير ما لهاش أوه ما لهاش فإصابتها كانت إيه كان يعني حروق وحاجات زي دي والحمد لله هي سفرت مصر استكمال علاج يعني إن شاء الله سفرتوها أو موضوها مصر كان فيه واحد معنا اسمه محمد أبو ماجد يعني مرافق لابن خاله اللي هو سعيد يعني كان بيتكلم كلام كده غير عادي إن هو حاسس إن هو جي مصر مصابين وأهله ارتاحوا نفسيا من المعاملة فبنته راح اتعملت فيديو كده بحبك يا مصر يعني بنته عايشة لسه بغزة حاليا ما خرجتش منها ما خرجتش بقعتت لينا فيديو تدعي المصر وتدعي القيادة السياسية بتاعتنا تدعي من المعاملة اللي هو والدها شافها يعني والدها حكالها في غزة حكالها في غزة فرح تعامل فيديو وبعتها لكم بتشكركم بتشكرنا وبتشكر مصر هي أهم حاجة إن جانب أهلنا في غزة بيشعروا بكل حاجة بتحصل لهم هنا كلنا صفرة لبلدنا بالنسبة لهم فكل التعاملات اللي بتحصل حاليا بينقولوها لإخواتنا بيطمنوهم فبالتالي بهم بيزدادوا طمأنينة يعني على أهليهم والمصابين بالذات هنا والمرافقين فبيحصل إنهم بيبعاتوا فيديوهات شكرة على دور مصر لينا وليهم الحمد لله فبالتالي يعني حضرتك إنت لا تتخيل أنا نفسي تعمل لقاء معاهم أنا قابلتهم النهاردة أنا قابلت ناس كتير وكده ولبناء عملت لقاءات إحنا مادمين لقاءاته النهاردة في الحياة اليوم في البرنامج بس أنا اللي عايزه هو رؤيتك عينك شافت إيه اللي مريت دي في خلال الأيام الماضية ارتباطك بيهم يحكي لي قصصهم يعني أكيد المرافق بيكون أكثر قدرة إن يعود يفضفض معاك طبعا عن المريض طبعا يقول لك إيه المرافقين كلهم بيشكروا في الجانب الطبي الحمد لله خالص الجانب الشق الإنساني الحمد لله احنا أيمين بيه كويس بالنسبة لهم كلهم بيتكلموا لأهاليهم هناك بيخلهم يتطمنوا عليهم الحمد لله كلهم بيشكروا في مصر في دور مصر فرحانين إن القيادة السياسية بتاعتنا قالت لهم إثباتوا في أرضكم وهم نفسهم عايزين يثباتوا في أرضهم بسينا خطة أحمر الحمد لله هما اللي بيقولوا لنا إن احنا مش يستحيل إن إحنا نيجي والنفذ تخطيط العدو ونسيب أرضنا وبلادنا إن هما يخلوهم يسيبوا أرضهم وييجوا هنا الناس بتفتفت بالكلام إن هو مصر بخير الحضن والقوة الفعلية لنا هي مصر الدول العربية خزالتهم كلها أغلبهم أنا مش هنقول إن هو مش قادر يتحرك بسرعة أو إن هو ياخد أعداد بس في دول حتعمل هذا الكلام هو 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 بيتكلم ده كلام المرافقين مش مش بجمل ولا بزوق كلام هو فعلا بيتكلم إن مصر الحمد لله بخير وهي الوقفة وهي اللي في وش العدو ده ولولا وقفة مصر ده كان فيه أمور تانية حصلت غير كده سباتنا على أرضنا الحمد لله هنا في سينة أهل سينة وتطوحهم مع كل الأحداث اللي فاتت دي هو عندهم نخوة الحمد لله عندهم حاجة اسمها الفزعة بيفزعوا على طول أي حاجة الدم تبرع أي حد عايز يلا بينا كله كلنا يلا كله أنا يعني إحنا لو أنصمهم ورجالة والله يا دكتور مصطفى يعني من كتر التبرع بالدم والحاجات دي إحنا قلنا لهم كفاية لما نحتاج تاني لما نيجي مصابيت تاني إحنا عندنا العدد مش كبير فبتلاقيه واقف لازم عايزة تبرع عايزة أعمل أي حاجة قلونا أي دور نعمله فالحمد لله مصر بخير شعب مصر كلهم خلف القيادة السياسية وإن شاء الله إحنا وراه في كل شيء الاستضافة اللي بتحصل بتاعة المرافقين يعني أطفال بتستضيفوا المرافق بتاعها أو المرافق بتاع الطفل الصغير في المستشفى ينازل يكون جنبه ولكن استضافة المرافقين اللي جايين مع ناس كبيرة شوية اللي هما جايين مع شباب مصابين جاي مع جزهة جاي كزا بتتعاملوا معا إزاي في مكتب خدمة الموطنين والله هو إحنا بنحس إن إحنا دم واحد وشعب واحد فبالتالي أي احتياجات هو بيحتاجها بتتنفذ فورا قبل ما بيطلبها على طول إحنا بنحس بيها عندنا طقم من إخواتنا البنات بيطلعوا بيشوفوا الاحتياجات الخاصة بتاعت كل واحدة من إخواتنا بتتنفذ على طول الأطفال الصغيريين حتى المرافق حضرتك زي ما قلتلك بيعملوا دعم نفسي لي بيحسسوا إنه هو في بلده مش إنه هو ضيف ولا أي حاجة فبالتالي هو نفسه بمرتح نفسيا جدا حتى لما يعني مرة مصاب مرافق أنا آسف جالوا خبر إن أهله كلهم في قصف توفه يعني بعد ما وصل هنا بعد ما وصل آخر هو موجود معنا في المكتب جوه المكتب فانهار وغم عليه وكده فهو أهو جوه المكتب كان قاعد معك ساعته آه كان قاعد معنا وجالوا الخبر بالتليفون إن أهله كلهم استشفدوا فعندهم صلابة وصمود غير طبيعي يعني كلهم اتلموا حواليه المرافقين حواليه صبروه هدوا قاعد شوية شرب شوية مية آآ قاعد مع الدعم النفسي بعديها بشوية بقى هو يصبر الناس ويقول لهم خلاص إحنا كلنا هل فعلا أنتوا قاعدين طول النهار كل واحد فيهم بيجيلوا بيتلقى خبر إن حد من أهله مات بيحصل ده بيحصل والله وإحنا قاعدين يعني أنا بقول لحضرتك ده حد الوقت هو موجود معنا في المستشفى ما سافرش يستكمل علاجه ولا حاجة موجود والله إن القوة اللي عنده والصمود إن أهله كلهم قصف وهو موجود بيعالج ابنه فدي حاجة إحنا تدرس بالنسبة لنا الصمود بتاعهم إن هم وقفين على رجليهم يعني مسافة ساعة ساعتين بالضبط هو آم تاني ورجال حياته بدأ يتعامل وبدأ إن هو يصبر اللي حاولين إحنا خلاص إحنا إحنا كلنا مشروع شهيد إحنا كلنا شهداء إحنا كلنا فدى الوطن الأستاذ حاجات جفايز بشكرك شكرا نزين عوجودك معايا في هذه وسعادة بيك على أرض سينة إن شاء الله أشكرك أشكرك شكرا وسعادة بالشركة المتحدة كلها إن شاء الله ونتمنى تكرارت زيارة بإذن الله بإذن الله